مش عارف هل ممكن تتكلم على تقيم شكل أداء النادي الأهلي في مطشو المبارات الأخيرة قدام البلدية ناس كتير جداً شايفة أنها ممكن تكون السيناريو اللي هيلعب بالترجي قدام النادي الأهلي فكرة الزون واللعب على التحولات واللي تقارن على مستوى الأربع مطشوات كلهم إسماعيلي جونة التحاد ثم البلدية النادي الأهلي الفترة الأخيرة فيه أكيد لو الناس متابعوا جمهور النادي الأهلي أكيد متابع كويس جداً إزاي ميستر كولور بيتعامل في الروتيشن فكرة الروتيشن يعني أنت عندك كل مباراة فيه على الأقل على الأقل تلات لعبين مختلفين إزاي تقدر تعمل الروتيشن ده وإنت بتحقق نتائج والأداء ما بيتأثرش بشكل كبير يعني أنا شايف عمر كمال محمد هيني النهاردة فيه الروتيشن بشكل دائم بشكل كبير والمستوى مين أفضل من في الاتنين دول مواجهة نظرك هجومين ومين أفضل دفاعية؟ لا بتأكيد عمر كمال أفضل هجومين محمد هيني عنده ثقة كبيرة جداً وعنده خبرات كبيرة جداً اكتسبها في الناحية الهجومية إزاي بيقدر يدافعوا وبيقدر يعمل ناحية الهجومية لكن بالتأكيد هي إمكانيات شوية في الناحية الهجومية عمر كمال عنده تحرر شوية كبير برر حسابات في مطش التراجع عشان عدم القيد أفضل صحيح بس خلينا نقول إنه من نجوم المرحلة دي حقيقي يعني التركيز يعني أنا عايز أقول لك بس إزاي ميسر كولر بيقدر يوصل بكل اللعبين بكل السكواد لنفس درجة التركيز اللي ما يكون أكتر للناس اللي ما بتلعبش يعني نهارده عمر كمال ممكن تلاقيه بره مباراة أو اتنين وبيشارك النهارده مكشب بلدية 13 دي بتلاقيه نسبة تركيز 100% وأداء غير عادي محمود متولي اللي كنا بتكلم إنه هو بعيد نهارده ما شاء الله بيشارك بنسبة كبيرة وبأداء مميز بتكلم السورية وكريم ندفت وكوكا ومروان عطية أكرم توفيق يعني التغييرات اللي بتحصل وقفشة لما بيتواجدوا بيخرجوا بينزل كهرباء نفس الكلام ريدا سليم وحسين الشحات والتغيير اللي بيحصل ما بين كمان بيرستاو وسامو بعالي وكهرباء يعني هذا الروتيشن اللي بيحصل من ميسر كولر ويصل بهذه الدرجة من التركيز لكل اللعبين ده معناه إن فيه كيميا كبيرة جدا جدا ما بينه من اللعبين وفيه شغل فني وبدني بيحصل من الجهاز الفني ولازم أشكر طبعا المدرب الأحمال إنه قادر إنه يوصل بكل اللعبين لهذا الكم من التركيز والدرجة جهزية الكبيرة جدا جدا لكل اللعبين التشكلة اللي بتحصل والتغيير في التشكلة اللي بيحصل من ميسر كولر طبعا بيوصل كل اللعبين للجهزية ده بيوصل إنك بيبقاش عندك الإرهاخ الكبير في كل مباراة عودة النادي الأهلي في أكتر من مباراة بالفوز يعني مباراة البلدية النادي الأهلي شوط تاني هدفين وفي آخر ثانية في المباراة الهدف التاني المباراة الكبيرة جدا لنادي الأهلي مام للتحاد والفوز الكبير جدا الإسماعيلي كان نفس الكلام الجونة كان نفس الكلام يعني فيه تركيز كبير جدا من اللعبين وفيه جهزية كبيرة جدا جدا من كل اللعبين وكمان خد بالك أنا أعتقد كمان بتبقى الأربع مطشط دول فرصة لكل اللعيبة أنها تقول للجهاز الفني أنا واصل توف فورم فأنا عايز ألعب نهي يعني بيبقى واحد من الدوافق طبعاً بيدي لك دافع كيف رجال يعني أدب أفضل مع عنده عشان يبقى لأنه خد بالك أنت النهاردة زي ما أنت كنت قلت قول شوية أنت تقريباً ما فيش مركز في في الحداشر ما تغيرش يعني كل اللعبين بتشارك وما فيش مركز بتقدر تقول أنه تفضل مين على مين يعني حتى متواني لما رجع بعد فترة طويلة رجع على ربيعة ومنعم الاثنين كانوا أساسيين يعني باستسناء عب منعم أعتقد أنت لو سألتني مين اللعب الوحيد في النهاية اللي ممكن ما بيتغيرش عب منعم أعتقد يعني كل الباقي بيتغير يعني ربنا يحفظه طبعاً ويبدع عنه الإصابات يمكن علشان الجاهزية يمكن علشان الحمد لله متواجد بشكل كبير لا عبد المنعم وبالتالي بيشارك بشكل أساسي يمكن رمي شوية إصابة أو إقاف متولي بيرجع ياسر إبراهيم شوية أسابة لكن باستسناء محادة عب منه أعتقد أن التدوير عملية الروتيشن والتدوير بتحصل في كل الفريق وده ما بيحصلش في العالم أن يبعندك هذا الروتيشن أو هذا التدوير وفيه ثبات في الحمد لله في النتائج وفي الأداء آخر أربع مبارات يطمنوا بشكل كبير جداً النادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي على كل الاسكواد اللي موجود وكل اللاعبين الموجودين مبارات الترجي طبعاً هيكون وضع مختلف اللي مطمئني بشكل كبير أن النادي الأهلي بيعرف يتعامل في هذه المبارات بيعرف يتعامل مع المبارات الكبيرة اللي فيها محتاج خبرات وفيها محتاج شخصية اللاعب زي ما بقولك وقلت في بداية الحلقة أنه مش بس الأمور الفنية والبدنية هي اللي بتفرق في النتائج لا فيه شخصية البطل وش فيه شخصية اللاعب بتفرق كتير جداً في التعامل خاصة أنك تلعب مع فرقة يعني عندها خبرات كبيرة جداً جداً يعني أفتكر في الشخصية دي فيه مطشط كتير جداً في هائي دوري أبطال اتحط الأهلي فيها تحت ضغط رهيب اللولة الشخصية اللي احنا نتكلم عليها دي ممكن كان الرجوع بقى مستحيل يعني الأهلي والصفاقسي في 2006 الأهلي والترجي نفسه في 2012 الأهلي والوداد في المغرب النسخة الأخيرة ففيه مطشط على أي فرقة كرة تانية مع النتيجة دي بيبقى صعب جداً لكن الأهلي دايماً يعني بيحب الصعب الدغوط هو ده اللي بنقوله دايماً إنه فكرة إن فيه لعبين بتيجي النادي الأهلي ما بتقدرش تتحمل الدغوط دي ما بتقدرش تدخل في فكرة إنك تلعب دايماً على البطولة وبتكتسب الخبرات دي وبيبقى عندك شخصية البطل وعندك فكرة إنك تقدر تتحمل دغوط الجماهير وجماهير النادي الأهلي وجماهير المنافس وضغط المباريات وضغط البطولة يعني أعتقد الحمد لله النادي الأهلي عنده مجموعة كبيرة جداً عندك سلاسي عندك سلاسي سنقول دوري أبطال من ناحية الكواليتي أعتقد إنه هم التلاتة التلاتة عملوا إضافة حقيقية يعني ما فيش خلاف على خيمتهم الفنائي والحقيقة إنه العناصر دي سواء كانت أكيد طبعاً اختيار الإدارة مع مصر كلها لكن في النهاية أنا بشوف إن حجم الإضافة هو اللي كانت جمهور النادي الأهلي مستنيه مش بس في أمريكاته الفادة لا من كاس سيزن كمان بكلم على ريدا سليم بكلم على وسامة أبو علي بكلم على أمام عشور تلاتة دول كاكواليتي ما حدش اختلف عليهم لكن التلاتة في نفس الوقت سنة أولى دوري أبطال أنا هنا بتكلم على مطش تونس تحديد على مطش تونس تراهن على الخبرات يعني تراهن على اللعيبة اللي لعبة دوري أبطال وجابت لك دوري أبطال وعندها فكرة الدوافع اللي بتخليهم يطلعوا يعني بيرسي تاو كهربا هم نجوم نسخة دوري الأبطال اللي فاهم قصدي عندهم خبرات عندهم وهدفين البطولة صحيح فتراهن على الخبرات في مطش رادس يعني بكامعة مطش رادس تحديده تراهن على الضغوط والجماهير بتتأثر وبتضعف وعلى فكرة عندنا أمثلة كتيرة شفناها في منتخب مصر مثلا أن في بعض اللعبين كان الكواليتي عالي جدا لكن عنده رهبة المباريات وأحيانا مش هقول بيهرب من المباريات لكن يعني بيكون عنده تخوف بشكل كبير أنه يشارك في المباراة فاصلة أو مهمة يعني بدون ذكر أسماء وبالتالي لازم تربط بين الشخصي لا أعرف أسماء يعني بلاش الأسماء أنا ممكن أتفع معاك أن في لعبة بتظهر في المستوى المحيطة بمستوى المختلف لكن لما بيظهر معاك أن يهرب دي قصة تانية يعني بيتقالي أنه بيهرب لكن أنا شايف أنه عنده تخوف يعني عنده رهبة المباريات الكبيرة أو الفاصلة عنده تخوف من ده لكن إمام شخصية وكواليتي عالي جدا جدا يعني أنا أديله في الكواليتي وفي الشخصية عشرة من عشرة لأن كل المواقف اللي اتعرض لها إمام مع النادي الأهلي في كل المباريات أو حتى ما قبل النادي الأهلي ولكن زادت بشكل كبير مع النادي الأهلي طبعا نتيجة الخبرات ونتيجة السطة الكبيرة أنا هنا بس في الكلام جيء واضح ما بكلمش على خطة ولا تشكيل ولا طريقة لعب ولا اسلوب طبعا ده كله اللي يحدده كولر ولد جدا كولر يفاجئنا بأنه يعني يهجم الترجي في تونس طول الوقت بيفاجئنا أنا أدي إمام عشرة من عشرة في الكواليتي وفي الشخصية رضا سليم نوعية لعب عنده مش عايزة أقول هدوء عايزة أقول ببرود لأنه طبعا دي مش هجوم على رضا لكن مهم جدا أن اللعب يكون عنده هدوء أعصاب بشكل كبير جدا مع الشخصية والضغط الكبير وطبعا تونس الملعب واحد من أصعب وأعتقد أن رضا من الناس اللي تعودت على الضغوط دي لأنه لعب كتير جدا في هذه الأجواء بتكلم على يمكن وسام شوية هو اللي ما تعرضش لده قبل كده لكن أعتقد أن شخصيته قوية وشخصية قوية داخل الملعب يعني صاحب قرار ما عندهش التخوف الكبير ده خاصة أن بعض الضمامه للنادي الأهلي أعتقد أنه قدر يحقق ده مع المجموعة السكواد الكبير اللي موجود أشايف أن وسام إن شاء الله يكون يعني مهاجم النادي الأهلي سنين طويلة جدا إن شاء الله لأنه عنده الشخصية دي يدعي يتحب